طيب واحد من ضمن اللعيبة الكويسة جدا ومستقبل الجهة اليومنا في مصر ولاعب من أهم اللعيبة اللي موجودة في المنتخب الأولمبي هو أحمد عيد الباكليمين لمنتخبنا الأولمبي وطبعا الباكليمين للنادي المصري طبعا ناس كتير تتكلم على أحمد عيد أنه هو يمكن مستقبلا حيبق واحد من أعظم اللعيبة اللي عدت على حتة الباكليمين هنشوف كده أربع خمس دقايق كده مع أحمد عيد حوار خاص للمنتدى ونشوف بيتكلم وبيقول إيه أحمد عيد زي ما بنقول لعيب كبير في النادي المصري وأكيد النادي المصري وجمهور النادي المصري مستنين كتير قوي من أحمد عيد عنده كتير وعنده حاجات حلوة كتير ممكن يقدمها الفترة الجاية للنادي المصري طبعا لولا أنه الراجل يمكن أصيب وكانت صابته يمكن في الرباط الداخلي يمكن حتى عطله شوية